اشتركوا في القناة الزمالك يعلن اعارة اوناجم للوداد اعلن عصام سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك المصري موافقة ناديه على اعارة المغربي محمد اوناجم الى فريقه السابق الوداد الرياضي لنهاية الموسم وقال المتحدث الرسمي باسم الزمالك المصري في تصريحات تلفزيونية ان محمد اوناجم تلقى عرض للاعارة من جانب الوداد وتمت الموافقة عليه واشار الى ان رحيل اوناجم يأتي بالتوازي مع التعاقد مع المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري على سبيل الاعارة مع احقية شراء لموسمين اخرين وتنص لوائح القيد بالدور المصري على ادراج خمس لاعبين اجانب في قائمة كل الفرق وهو ما قام بها الزمالك بقيد تنائي تونسي حمزة متلوتي وفرجاني ساسي وتلاتي للمغربي حميد احداد محمد اوناجم واسرف بن شرقي ويأتي رحيل المغربي محمد اوناجم عني الزمالك المصري لإفساح المجال امام قيد التونسي سيف الدين الجزيري في شهر كانون الثاني يناير الجزيري نهاية الفيديو دمتم في امان الله وحفظه الى اللقاء